موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين نقاش الليلة موسيقى الجيش السوري يعبروا فرعا للفرات في دير الزور تمهيدا للعبور إلى الضفة الشرقية والأمريكيون يحذرون من صعوبة تفادي المواجهة موسيقى حشود تركية عند الحدود مع إدلب وسط معلومات عن التحضير لعملية ضد النصرة فهل تنجح أنقرة في اختبار الاتزام باتفاق أستنى موسيقى لبنان في دائرة التصويب الغربي الدول الكبرى تحذر من عمليات إرهابية للضغط على بيروت وتتجاهل عودة الإرهابيين إلى أوروبا مرحبا بكم القوات السورية وحلفاؤها في محور المقاومة يواصلون تقدمهم شرق دير الزور بعد عبورهم دفاف الفرات إلى حاوجة صقر ويتحضرون للعبور إلى الضفة الثانية فيما الخناق يضيق على داعش بين جانبي الحدود السورية العراقية الطائرات الروسية تواكب التقدم وتضع معادلة جوية جديدة تثير قلق الأمريكيين الذين حذروا من صعوبة أكبر في تفادي المواجهة أما في شمال غرب سوريا فعززت تركيا قواتها في هاتاي الحدودية وتشير معلومات إلى قرب المواجهة مع جبهة النصرة فهل تنجح أنقرة في اختبار مكافحة الإرهاب؟ هذا ما سنناقشه في ملف المسائية الأول نناقش في ملفها الثاني إثارة بلدان غربية كالولادات المتحدة وفرنسا وبريطانيا شكوكا حول الوضع الأمني في لبنان بتحذيرات لرعاياها من دون التنسيق مع بيروت وفي ذروة الردود اللبنانية على التهويل الغربي كشف الرئيس ميشيل عون أنها حملة هدفها الضغط على لبنان قبل الخوط في تفاصيل ملفاء المسائية للليلة اسمحوا لنا مشاهدين أن نتجه وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين ومجز لأهمي وآخر الأنباء أهلا بكم مصدرة المحكمة الاتحادية العراقية أمرا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري وقال مدير المكتب العلامي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان إن إيقاف الإجراءات هو إلى حين حسم الدعاوة المقامة بشان دستورية القرار المذكور أكد مسؤول المحور الشمالي في الحجد الشعب العراقي للميادين أن وفدا قياديا من الحجد يزور كاركوك حاليا ولفت القياد في الحجد إلى أن هدف الزيارة هو بحث موضوع المناطق التي يحتلها داعش عند خطوط التماس في الحويجة أعلن المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن تشكيل فريق للتواصل والتفاهم مع المؤتمر الشعبي ولمعالجة أي إشكالات طارئة بيان الحركة أشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان كما سيقوم الفريق بمعالجة كل المستجدات في الساحة الوطنية قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقابلة مع قناة السيان أن الأمريكية أن نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالي يغلق باب المفاوضات أما محل المشكلات الدولية روحاني الذي التقل من العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش في نيويورك أشار إلى أن بلاده يمكنها أن تعيد برنامجها النووي خلال أيام إلى الحالة التي كان عليها قبل الاتفاق النووي وأكد أن خفض التوتر مرتبط بسلوك الحكومة الأمريكية تحت عنوان الغرب الفاني وسبعة عشر تتواصل المناورات البحرية الروسية البلاروسية في بلاروسيا وغرب روسيا وكالينجراد وبحر البلطيق التدريبات التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري ويشارك فيها نحو 12700 جندي مع مئات القطع العسكرية قائد قوات المنطقة الغربية روسية الفريق أول أوندري كارتا بولوف أعلن أن بوتين ووزير الدفاع سرغي شويغو قيمة إيجابية نتائج المرحلة الأخيرة التي شملت تنفيذ مهام متزامنة في ثلاثة ميادين على جبهة يصل امتدادها إلى 600 كيلومتر ختام الموجز عودة لمتابعة المسائية مع زميلة راميال إبراهيم إليك راميح شكرا لك يا علا إذن حرر الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة حويجة صغر أكبر معاقل إداعش في دير الزور بعد عبورهم الفرع الأول لنهر الفرات مراسلة الميادين أفادت بأن الجيش حرر حوائج أبو مصعى وحوائج أبو عرب والخريطة وعين أبو جمعة غرب دير الزور كذلك حرر سلسلة تلال ظهرة المحسن في ريف دير الزور الشرقي وكان الجيش قد أعاد فتح مطار دير الزور العسكري وبدأت الطائرات الحربية باستخدامه هذا وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية أمنت الغطاء الجوية للعمليات وأن القوات السورية تتقدم باتجاه أشارق إلى هذا نقلت وكالات الأنباع الرئيس هيئة الأركان الأمريكية جوزيف دانفرد قوله أن تفادي المواجهة في دير الزور بتأصعب وأن المشاورات مع روسيا تجري للحفاظ على خفض التوتري في منطقة الفرات في سوريا أقال نائب وزير الخارجية روسيا جينادي جاتيلوف أن روسيا والولايات المتحدة تجريان حوارا مستمرا بشأن سوريا والأمر يختص بدير الزور أيضا أضف جاتيلوف أن التشاور يجري على مستوى الخبراء مع الجانب الأمريكي بشأن مناطق النفوذ في دير الزور أخر التطورات في محيط دير الزور وعبور الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة الضفافة الأولى لنهر الفرات نتابعها في هذا العرض لأزميلة سار الحف أهلا بكم التقدم في دير الزور وريفها مستمر ومن عدة محاور في المحور الأساسي داخل المدينة نجح الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في عبور الضفاف الأولى لنهر الفرات وتحرير حويجة سقر وأصبحوا في اتجاه العبور إلى الضفة الثانية أي شرق النهر وحويجة سقر كانت أكبر معاقل داعش في دير الزور وهناك تمت مصادرة كمية كبيرة من العتاد والسلاح لتنظيم داعش وتعتبر حويجة سقر جزيرة ضمن دير الزور يحدها النهر من جهتين وصول الجيش السوري وحلفائه إلى الضفة الثانية شرق نهر الفرات يعني توسعا للعمليات العسكرية باتجاه الريف الشمالي والشمالي الشرقي لدير الزور وزارة الدفاع الروسية أكدت أن تحرير الجيش السوري حويجة سقر تم بدعم جوين روسي عبور النهر بحسب وزارة الدفاع الروسية جاء بدعم من فرقة الدبابات الرابعة وبواسطة جسر عائم أعدته الفرق الهندسية عبرت من خلاله القوات والأليات إلى الأطراف الشمالية للمدينة بعد تأمين المنطقة في إطار ثلاثة كيلومترات أما على المحور الثاني من جهة المريعية فقد نجح الجيش السوري وحلفائه وبدعم جوي روسي في تنفيذ إنزال خلف نهر الفرات والسيطرة على عدة كرة ومواقع نفطية في صبحة والمظلوم وصولا إلى مشارف إخشام حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش ونجح في تحرير عدد من القرى شرق المدينة وواصل التقدم باتجاه الشرق موسي عن رأس الجسر المستولي عليه بحسب وزارة الدفاع الروسية المرصد السوري المعارض من جهته أشار إلى أن القوات السورية وحلفائها انطلقوا في هجومهم من مطار الدائر الزور العسكري ومنطقتين الجفرة والمريعية التي استعادهما الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في الأيام الأخيرة وبحسب المرصد فإن مناطق مرات والحسيني والجنيني وحطلة وصبحة على الدفاف الشرقي لنهر الفورات المقابلة لمدينة دار الزور شهدت قصفا مكثفا من قبل الجيش السوري والحلفاء بالقضائف الصاروخية والمدفعية في تمهيد لعملية عبور نهر الفورات ولتثبيت السيطرة على القرى المقابلة للمدينة على الضفة الشرقية أما على محور الدفاف الغربية لنهر الفورات فتمكن الجيش السوري والحلفاء في محور المقاومة من تحقيق تقدم مهم والسيطرة على قرئيتي حوائج ألبو مصع وحوائج ذياب شامية إضافة للسيطرة على بلدة الخريطة وبهذا التقدم وسع الجيش والحلفاء سيطرتهم على نحو 20 كيلومترا من الدفاف الغربية لنهر الفورات للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث السياسي دكتور وسيم بزي كذلك ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والبحث السياسي سيد محمد زهد قل أهلا بكما وأبدأ معك دكتور بقرار العبور تنفيذ العبور ونحن أمام المرحلة الأولى لعبور الجيش السوري وحلفاء وفي محور المقاومة إلى الضفة الشرقية لدير الزور ما الذي يعنيه ذلك؟ أولا تحية لك ستراميا ولبشاهدي الميادين ولضيفك الكريم مسألة عبور النهر من الغرب إلى الشرق أحدثت طوال المرحلة الماضية كثير من التأويل والكلام والوهم شهدناها بشكل مشابه حول ما جرى في معبر التنف في المرحلة الماضية والنهاية التي تكرست على ضوء ذلك علما أن الإنجليز قد غادروا التنف نهائيا في نهاية حزيران الأردن أعطى أمر لكل الفصائل التي كانت تتحرك في تلك الجغرافيا بمغادرتها غرفة الموك سحبت أيضا من الأمر وخلال أقل من أسبوعين سنسمع ستراميا أن الأمريكيين سلموا قاعدة التنف العسكري للروس إذا سحبنا معياريا ما جرى في التنف والتسليم الواقعي من قبل الأمريكيين للمعادلة التي تكرست نتيجة إصرار الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة على الهدف نفس الهدف سنشهده الآن في الإصرار على عبور النهر لكن إذا لاحظت الأمريكي ما عمل كثير لغط حول مسألة التصدي لاحظنا اتهام للجيش السوري والروس بالقيام بغارة على ما سمي مجلس دير الزور العسكري أول أمس التابع لقصد هو أحمد أبو خولة مجلس دير الزور العسكري لكن كانت هذه رسالة مؤثرة تقول بالمضمون أن عبور دير الزور النهر نحو الشرق هو أمر حتمي خاصل وأن دور الجيش السوري وحلفائه ليس أن يلتزموا بخطوط حمراء بل أن يعبروا النهر لتحرير آخر حبة طراب من الأرض السورية وهنا الذي يحكم الواقع فعليا هو أصيدة أبو تمام الشهيرة السيف وأصدقوا إنباءا من الكتب وبناء على ذلك الأمريكيين واضح أنه منن بحالة شرفي بكل الأحوال سأعودي هذه النقطة لأن الموضوع لا يقتصر فقط على ما يبدو أن جيش السوري وحلفائه في محور المقاومة أخذونا قرارا ويقاتلون تنظيم داعش موضوع في سباق يعني يوضع بإطار السباق الروسي الأمريكي على هذه النقطة سأتحدث عن ذلك وسأعودي نقطة التنف التي ذكرتها إن كان لديك معلومات تشير إلى أنه بعد أسبوعين سيكون هناك تغيير على هذا المستوى سيد قل أنت ما رأيك نحن نتحدث عن عبور من الغرب إلى الشرق قد يفتح معركة وادي نهر الفرات مع الأمريكيين يعني في الإطار العام لا أعتقد ذلك أو أعتقد أن الواقع في نسبة لدير الزور تحديدا يشهد قتال من جبهات عديدة نحن نشاهد ما يسمى بقسد أو سوريا الديمقراطية ونشاهد قبائل أو بعض الفصائل العربية خلينا نقول التابعة لبعض العشائر والقبائل العربية التي تقاتل تحت اللواء الأمريكي بالتنسيق مع قوات قسد نشاهد التحالف الدولي يقصف بشكل مكثف في هذه المنطقة وأقصد منطقة دير الزور وعندما نتحدث عن التحالف الدولي لا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية فحسب نتحدث عن الوجود الروسي أيضا ونتحدث عن الوجود الفرنسي الذي قصف ونتحدث عن الوجود البريطاني أيضا الذي قام بعمليات في هذه المنطقة خلال المرحلة الماضية وبالتالي نحن نتحدث عن تدمير كامل حقيقة لهذه المنطقة وأنا أعتقد أن التحالف الدولي تحديدا الذي يقوم بتدمير كبير في هذه المدينة يريد أن يتحمل أحد الأطراف المعنية وأعتقد هنا النظام السوري سيكون هو الذي سيحمل بطبيعة الحال هذه القوة التدميرية التي ستخلفها هذه المدينة بعد انتهاء الحرب وبالتالي أنا أعتقد أن هناك تكتيك سياسي أكثر منه تكتيك ميداني يعني الواقع الميداني أعتقد أنه لا يبشر بخير على جميع الأحوال لكن في الإطار السياسي عندما نقرأ المشهد بهذه الصورة وأن الجميع بما فيهم داعش حتى تقاتل أهل الزور بطريقتها الخاصة وتجبر أهل الزور على القتال بطريقتها الخاصة وبالتالي نحن نتحدث عن جرائم ترتكب هذه الجرائم يجب هناك طرف من الأطراف يتحمل هذه الجريمة وأعتقد هنا سيكون بطبيعة الحال شماعة النظام جاهزة بالنسبة للتحالف الدولي وبالتالي أعتقد أنه لا يوجد هناك استراتيجية كما ذكر ضيفكم بهذه الصيغة والتواصل إلى مناطق مختلفة وأعتقد أن حتى هذه اللحظة لا توجد خرائط متفق عليها بين الأطراف كاتفاق وإنما التوافقات مبدئية ومرحلية وهو ما يؤكد ضيفك أو مضمون كلام ضيفك في هذا السياق وأعتقد أن هذه التوافقات المبدئية بإمكانها أن تتغير لكنها لن تغير من حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام هي التي تمسك حتى هذه اللحظة وبكل أسف بزمام الأمور بالتنسيق مع روسيا نسبيا وبالتوافق مع إسرائيل بشكل مباشر ما رأيك دكتور بازي بذلك تحدث عن تكتيك سياسي وضعه بهذا الإطار وما قاله حقيقة ما سمعناه من الأمريكيين في تحذير من صعوبة تفادي المواجهة خلينا نتفق ستراني أنه رامية ليس هناك تفاهمات مكتوبة بين الروس والأمريكيين هناك تنسيق عام يمنع تفادي الاستضام كما كان الجنرال دينفورد وأوردت الخبر أنت وهناك محاولة لبعض الطلاق المحلي على منع الاستضام لكن أولا روسيا ليست جزء من التحالف الدولي خلينا نحسم هذه المسألة الوزير لفروف تحدث بقلب عمان منذ خمسة أيام أن هناك قوى تقاتل بالتنسيق مع الشرعية السورية المكرسة في الأمم المتحدة وهي الدولة السورية الحامية لشعبها والمسؤولة عن استعادة أرضها من الإرهابيين وفي تحالف دولي انتقائي أعلن نفسه بأيلول 2014 أعطى لنفسه أجندة مخالفة لكل الشرائع والقوانين دمر البنية التحتية التي تخص سوريا وشعبها ضرب الجسور على الأنهار دمر محطات الكهرباء وبالتالي هناك منهجية تدمير توضع على هذا التحالف الدولي ولم يثبت أنه جدي في حرب داعش إلا بالأشهر الثمانية الأخيرة حينما ضربت المجتمعات الغربية من قبل داعش ووصل الرئيس ترامب ونقل مقاربة مسألة داعش نقلي نوعي في هذا الاتجاه أما الأمر الثاني والمهم في هذا السياق أن المسألة ليست مسألة خطوط حمراء بالنهاية قصد هي مجموعة قوى الأمريكي قال أنه إعطاها سلاح بشكل مؤقت ولهدف مقاتلة داعش وأن ما بينه وبينها هي تفاهمات وليس تحالفات الأمر الثالث أنها لا تمثل شرعية على الأرض بظل وجود دولي مسؤولي عن أمن مواطنيها لكن دكتور بازي هي تطرح وكأنها ندل الجيش السوري لا أعرف لماذا يراد تقديمه بهذا الشكل في حالة سباق باتجاه نقاط خلينا نعلي جوية مسألة السباق وخصوصا أنه ذكرت أبو خولة كان نقل عنه أيضا بأنه لن يسمح لقوات الجيش السوري والحلفاء بالعبور وبالتالي هذا كلام يفترض أن يكون كلام أمريكي يقوله أنا باعتقادي في شوية اجتباه حتى الآن في تفسير الأمور رامي عبد الرحمن اعترف بالأمس واليوم أن الجيش السوري قد عبر إلى الضفة الشرقية وأقام نقاط ارتكاز معركة حويشة صقر لحكيته عنها قبل شوي هي خطوة جوهرية في هذا الاتجاه كتيبة الهندسة الروسية الضخمة التي أحضرت إلى دايد الزور والجسور الحديدية التي بدأت تركيبها هي إثبات إضافة أما مسألة السباق إذا لحظت حجم الإرباك الأمريكي وكل حلفاء الموضعيين من سرعة الإنجازات العسكرية للجيش وحلفاء في محور المقاومة طوال الأيام الماضية فرضت تحريك قوات بسيطة بالمئات اختارت الطريق الصحراوي في البادية في منطقة الرويشد على الحدود العراقية ووصلت إلى منطقة المدينة الصناعية وتوقفت هناك عبلا بعد 12 كيلومتر من داير الزور في سياق يراد من خلاله أن يقول أن هناك سباق أما حجم القوى الحقيقي بين هنا وبين هناك بتصور مسألة السباق مسألة مضحكة ما دام الأمريكي لم يحاول أن يفعل ما فعله بالرصافة سابقا حين عمد إلى إسقاط طائرة السخوي 22 لكي يحاول أن ينسم خطوط حمراء في تلك المنطقة بموز دويجين ملاحظة أخيرة حتى مطار الطبقة ومدينة الطبقة هم غرب النهر وإذا سلمنا بالمعادلة الحاكمة فيعني أنه منبج والطبقة ومطارها يجب أن يكونوا بعهدة الجيش السوري وحلفائه في نقطة الثاني بشكل سريع تقول أنه نحن من هنا إلى أسبوعين ربما يكون في تسليم للقاعدة من الأمريكيين دايك معلومات أكيد ما هو نحن شو عم ناخذ عبرة من هذا الأمر أن ما يقوله الأمريكي وما يحاول تكريسه ليس قدرا حركية الميدان هي الحاكم الأساسي للمعادلة السياسية وليس الكلام المنثور في الإعلام نتيجة إسرار محور المقاومة على الربط البري الأردنيين وتراجع موقفهم عن دعم مجموعات غرفة الموك وقف برنامج السي آي آي خروج الإنجليز في نهاية حزيران سيجعل الأمريكيين خلال أسبوعين أو ثلاثة يسلمون قاعدة التنف العسكرية للروس بعد أن انتهى مفعول أي فئد استراتيجي سيد قل أسألك عن تركيا بطبيعة الحال كيف تتابع هذه التطورات في شرق سوريا إذا ما أخذنا كلام نائب وزير الخارجية الروسية يقول في تنصيق مع الأمريكيين بشأن مناطق النفوذ في دير الزور كيف تتابع تركيا ذلك وكيف ترتأي في مصالحها مناطق النفوذ الأنسب لها خصوصا أنها لديها مشكلة مع قصد بطبيعة الحال هي عندها مشكلة مع قصد وأعتقد أن المشكلة الأكبر بالنسبة لتركيا هي مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعتقد أنه خلال السنتين الماضيتين المشكلة الجوهرية في التهفاهم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية هي الأمر الذي انعكس سلبا على كثير من الملفات فيما يتعلق بالمسألة السورية وتفاصيل المشهد السوري وبالتالي أعتقد أن الأمريكان تحديدا أو سلوك الأمريكي تحديدا في سوريا حتى الآن ليس بذلك الوضوح الذي يظهر لا في تصريحات وزير الخارجية الروسي ولا في حتى شرح ضيفكم الكريم أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إدارة الأزمة هذه الإدارة أعتقد أنها ستستمر في أن تجعل من هذه المنطقة منطقة دير الزور أو الشمال السوري بشكل عام أشبه ما يكون بالثقب الأسود وأعتقد أن هذا الأمر والاشتباكات الموجودة في مناطق كثيرة في منطقة الشمال سواء في دير الزور أو غيرها ستستمر خلال الفترة القادمة وبالتالي أنا أعتقد ليس هناك حتى هذه اللحظة قواعد واضحة صحيح أن هناك تفاهمات عامة في الأستانة وتفاهمات ربما الأطراف الإقليمية على الأقل ترغب بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة في إطار ما يمكن تسميته بالتهدئة التي تستطيع من خلالها الأطراف المعنية العودة إلى طاولة الحوار لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والأهم إسرائيل تريد وترغب بأن يمر هذه الاتفاقيات بهذه الصيغة أنا أعتقد أن حتى إسرائيل لا ترغب كما أنها لا ترغب بطبيعة الحال بوجود الإيراني قرب حدودها لا ترغب حتى بوجود الروس بقرب الحدود وبالتالي أنا أعتقد أن الكثير من التفاهمات سيتم صياغتها ضمن الإطار الميداني خلال المرحلة المقبلة وهذا ما نلحظه انطلاقا من أستنى كنت أسألك عن رؤية تركيا ومتابعة تركيا لأنه على ما يبدو أوجدت لنفسها مكانا في تفاهمات لها علاقة مع إيران وروسيا شاهدنا في أستنى وتتحضر حتى عسكريا على الحدود بما له علاقة بإدلب أطلب منك رجالا تبقى معنا ودكتور بزي أيضا إذن مشاهدين أرسلت تركيا ثمانين عربة عسكرية تشمل دبابات إلى وحداتها العاملة على حدودها الجنوبية مع سوريا وقالت وكالة أنباء لانادول أن التعزيزات العسكرية وصلت إسكندرون جنوب البلاد وجرى نقلها إلى المناطق الحدودية على أن تنشر في مواقع متاخمة للأراضي السورية بحسب الوكالة ولا سيما مقابل بدينة عفري وفي ظل هذه التعزيزات التركية قرب الحدود السورية تفيد معلومات بأن أنقرة سحبت مسلحين موالين لها من الأجانب في سوريا تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم بالتزامن مع إعاز للجيش الحر للاستعداد للمعركة مع جبهة النصرة في إدلب والتي انضمت إلى مناطق خفض التصعيد ملاك خالد تتكثف المؤشرات على قرب نهاية الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات في سوريا الكلام الصعودي والأردني أخيراً خلال جولة وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف في المنطقة عن دعمهما للحل السياسي في سوريا والعمل على تثبيت مناطق خفض التوتر مؤشر سياسي هام في هذا الاتجاه كذلك فأن أعلان إدلب منطقة رابعة لخفض التوتر في سوريا إثر مباحثات أستانا 6 وشروع تركيا بتنفيذ ما يترتب عليها جراء هذا الإعلام مؤشر آخر لهن عكسات ميدانية أنقرة صحبت بالفعل المقاتلين الأجانب التابعين لها من تركمان وإيغور وأصبك من أدلب تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم وصحبت أيضاً الإعلاميين وأخلت كل مقر البث التابعة لوسائل إعلام تركية في المدينة حدث هذا فيما تجهد أليات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا 80 عربة عسكرية بينها دبابات نقلت إلى منطقة هتاي تمهيداً لنشرها في غير نقطة حدودية وفق وكالة الأناضول فيما أردت الصحافة التركية معلومات عن أوامر من القوات المسلحة التركية إلى الجيش السوري الحر بمختلف مجموعاته للتأهب والاستعداد لمعركة إدلب إذ توقع مشاركة خمسة ألاف مسلح من الجيش الحر إلى جانب الجيش التركي في هذه المعركة الموجهة ضد فصائل معارضة مسلحة أبرزها جبهة النصرة على غرار ما حدث خلال عملية درع الفرات قبل نحو عام كذلك وجهت أنقراء الفصائل المسلحة المرتبطة بها إلى العمل تحت المظلة الروسية في إدلب التي سيطر عليها المسلحون تماماً قبل عامين وعليه تبدو إدلب موقع آخر المعارك العسكرية ضد الإرهاب في سوريا هذه التطورات ترافقت مع إعلان موسكو الموافقة على تزويد تركيا بمنظومة دفاع الصاروخي S-400 برغم معارضة الأمريكيين والأوروبيين الشديدة إعلان له دلالاته فتركيا عضو مبارز في الناتو وهي تشتري سلاحاً نوعياً من أبرز خصوم الناتو ما يحيب ترتبات سياسية جديدة في المنطقة أعدت لمرحلة ما بعد الحرب في سوريا مرحلة بتت بحكم الأمر الواقع إذ أرسلت روسيا أربعة ألاف طن من مواد البناء والأليات إلى سوريا للشروع بإعادة إعمار ما تهدم في هذا البلد ما يعكس ثقة موسكو بأن إعلان نهاية الحرب بات مسألة وقت لا أكثر نعود إلى ضيفانا دكتور وسيم هذه الحشود العسكرية التركية ما الذي تخبر به؟ نحن أمام مرحلة الأخيرة ما قبل أن نرى معركة إدلب ضد النصرة؟ واضح أن الرئيس أردوغان منذ خمسة أيام باستقبال شخصية أجنبية توقع أن تكون الجلسة الأخيرة التي جرت بالأستانة كان ملفت أن يقول أنها ستضع سوريا على طريق الحل واضح تماما أن الرئيس بوتين والروسي نجح باستياد الواقع الصعب بالعلاقة بين أردوغان والأمريكيين وجذبوا إلى منطقة التزام أكثر تجسيدا في الوقائع الميدانية والجيوسياسية تفضلت وحكيت عن صواريخ الإس 400 لدولة ثاني أكبر عضو بالحلف الأطلسي الأهم ما نشهده الآن أن روسيا وإيران أصبحوا في موقع الضامن في موقع الراعي مع الأتراك وأن القوى التي حاربت الجيش السوري سواء كان اسم نصرة أو جيش حر أو غيرها من المسميات بطريقة لتشتبك مع بعض الآن لمحاولة التخلص من النصرة علما أن النصرة استبقت هذا الأمر بعملية تحصين قام بها أبو محمد الجولاني عبر مجموعة من الخطوات ابتلع خصومه خاصة المحسوبين على الأتراك باكرا مثل أحرار الشام أو فيلق الشام وكذلك تخفف من بعض الأعباء المحسوبة على الولايات المتحدة مثل جبهة ثوار سوريا مثل حركة حزم أو غيرها معركة إدلب القادمة هي إشارة انطلاق حقيقية لإعادة خلط للأوراق فعليا وإعادة تموضعات تثبت أن الدولة السورية والجيش السوري أصبحا هن الموءل النهائي لمحافظة إدلب بعد تصفية الإرهاب بظل لحظ مصالح القوى الإقليمية ضمن التسوية التي تمثل الأستانة الآن هي الحد الأدنى المطلوب بظل جينيف المتوقف تسمح لي أن ننتقل بهذه النقطة إلى سيد قل سيد قل هل لنا أن نفهم الآن أين تتموضع تركيا هذه الحشود العسكرية لاستعداد لربما لأن يكون هناك قتال ضد جبهة النصرى تخبر حقيقة التوجه التركي أو التموضع التركي في الميدان السوري بإمكاننا أن نقول في الإطار العام التموضع قد حصل خلال المرحلة السابقة لكن أن يكون هناك مواجهة بين الجيش التركي والجبهة النصرى في الوقت الراهن أنا بهذه الصيغة أستبعدها على الأقل في الوقت القريب المنظور بسبب ربما عدم التوافقات الإقليمية حول هذا الأمر أنا أعتقد إذا ما نظرنا إلى عملية درع الفرات بشكل عام جاءت في سياق توافقات إقليمية وأعتقد أن هذا الأمر تحتاجه تركيا حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهذه العملية المرتقبة في إدلب والتي هي ستكون لا محالة بشكل عام ضمن إطار معين وأعتقد أن تركيا تعد العدة لهذا الأمر لكن لا أعتقد أنه في المنظور القريب رؤية تركيا أن يكون هناك تطهير ربما في المنظور القريب على الأقل فيما يمكن تسميته بالمناطق التي حول عفرين التي ربما ستساعد تركيا في الحسم فيما يتعلق بإدلب في نهاية المطاف في مراحل لاحقة وأعتقد أن هذا الأمر سيكون بإشراك حتى ربما التحالف الدولي بشكل مباشر سيد قول هذه التعزيزات العسكرية لماذا؟ وإلى أي حد تركيا تقوم بالمساهمة بهذه العملية العسكرية تقدم ممداد عسكري أعطت الإعاز للفصائل الموجودة لجيش الحر لأن تكون هي في واجهة القتال على الأرض فككت جبهة هيئة تحرير الشام من الداخل قيادات المهمة المحيسني العلياني وقيادات عسكرية أخرى جهزت البيئة للهزيمتها بشكل أو بآخر هذه استحقاقات مرحلية ولكنني لا أعتقد أن هذا الأمر ستقوم به تركيا بمفردية يجب أن يكون هناك كما قلت توافق دولي بشكل واضح لا أقول توافق دولي بقدر ما هو توافق إقليمي تكون في مشاركة فائلة في هذه المعارك هذه نتيجة التفاهمات ارتأت تركيا أن تكون فيها لكن الاستحقاق الحقيقي هو التنفيذ على الأرض وهي تملك الكثير من الأسرار بما لا علاقة بمن تحالف مع جبهة النصرة في إدلب يبدو أن الأمور تذهب إلى هذا الاتجاه بشكل واضح أقول لكن متى ستكون هذه العملية لا أعتقد أنها في الوقت الراهن لأن هناك استحقاقات أعتقد أنها ستكون قبل استحقاق إدلب يعني هناك استحقاق دير الزور يجب أن ينتهي في قناعتي وهناك الاستحقاق في الرقة يجب أن يتم الحسم فيه بشكل واضح أيضا هذا الأمر ينطبق على منطقة جسر الشغور وأعتقد أن استحقاق جسر الشغور سيكون قبل أن يكون هناك معركة إدلب الحاسمة كنت سألتك حتى عن استحقاق ربما أو الرؤية التركية كيف تريد تركيا لواقع دير الزور أن يكون طالما تحدث عن بقعة جغرافية تضيق أكثر ويكثر اللاعبون الأساسيون أو ربما قد نرى مواجهة فيها تركيا كيف تلحظ ذلك؟ مصالحها كيف تريدها أن تكون؟ أعتقد أنه منذ سنوات أو في السنتين الأخيرتين بشكل واضح وبارز كما أشرت اللاعبين أصبحوا حتى الميدانيين كثر وكذلك اللاعب الإقليمي سواء كانت تركيا أو إيران ليست بتلك القوة التي كانت تتوافر عليها الأمور قبل سنتين اثنتين أو ثلاث وبالتالي أعتقد أن الحاكم الأبرز أو الكلمة الأبرز تظل حتى هذه اللحظة للطرف الأمريكي الطرف الأمريكي بكل أسف كما قلت في بداية الحديث لا يرضي أحد الأطراف ولا يوجد هناك رؤية أمريكية واضحة وبالتالي كل الأطراف الأقليمية التي ترغب داني أقول وبوضوح للرضى الأمريكي هي في إشكالية في التصرف والتعامل في الواقع الميداني ربما هذه الحكمة التي يجب أن تستخلصها تركيا والعديد من أطراف بما فيها قصد بأنه لا حلف دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي حلف مع مصالحها بدقيقة بهذه النقطة أعود إليك دكتور بزي إلى أي حد ما يقوله بأن تركيا لا تريد أن تفصح لأنها بعد تحالفات متناقضة بطبيع التعامل هل كان بإدلب أو ديرزي لا واضح أن الرئيس أردوغان بالأستانة الأخيرة لأول مرة جعل الفصائل العسكرية المشاركة التركية تكون أكثر متواعية في قبول الحقائق هذه الجلسة من أستانة هي الجلسة الأكثر انتاجية بالمعنى السياسي وبتحضير ميداني للمرحلة المقبلة بموضوع الموقف الأمريكي أنتوا على الميادين مع الأستاذ سامي كلايب بلعبة الأمم استضفته السفير السابق روبرت فورد من أسبوعين وصف الحقائق كشاهد عايش الأزم السوري من موقع المنخر طوال ست سنوات قال أنه في حلف منتصرين في سوريا هو الدولة السورية والرئيس الأسد وإيران وحزب الله وروسيا وقال في حلف مهزومين الولايات المتحدة منه وتركيا والسعودية وبالتالي الموقف الأمريكي ليس فيه الكثير من الالتباس هو في حالة عدم رغبة فعلية بالمزيد من الانخراط بالأزمة السورية يحاول أن يترك الروس يقودون المسألة وهو يذهب نحو اهتمامات أكبر إلى علاقة بالأزمة الداخلية بأمريكا أو بالأزمة الكورية الشمالية وربما إعلان الخسارة أصعب بكثير من الخسارة لذلك يعني لذلك يجربوا يمكيجوا المسألة ويجملوها ببعض التعابير ستبقى معنا دكتور وسيم بزي مشكورا للملف الثاني وسأشكرك جزيلا شكر محمد زهد قول الكاتب والبحث السياسي كنت معنا مباشرة من اسطنبول مشاهدين أطلبونكم أنتم ورجاءنا نتبقوا معنا فاصل ونتابع هذه المسائية أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين رد لبنان رسميا على التحذيرات التي أطلقتها أو أطلقتها سفارات أجنبية بشأن الوضع الأمني في البلاد رئيس الجمهورية ميشيل عون قال إن التخويف من الوضع الأمني هدفه الضغط على لبنان وصرف الأنظار عن الإنجازات عبد الرحمن عزيدي لم تمر من دون رد تحذيرات بعض السفارات الأجنبية في لبنان من إمكانية وقوع أعمال أرهابية في البلاد رئيس الجمهورية ميشيل عون تولى شخصيا إضاحة حقيقة الأوضاع الأمنية فوضع هذه التحذيرات في صياق مبرمج لصرف الأنظار عن الإنجازات المحققة على طريق بناء الدولة لتكن ثقة اللبنانيين كبيرة في دولتهم قال عون داعيا إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو تردادها بيانات السفارات الأجنبية مخالفة للأصول بحسب عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله ولا يحق لها بأي شكل التحدث عن أمن لبنان الداخلي سفارات أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا كانت قد أصدرت تحذيرات متتالية لرعايها بعدم التوجه إلى بعض المناطق اللبنانية وضع السفارة الفرنسية لمدة زمنية لإمكانية حصول حدث أمني أثار الريبة عند اللبنانيين واللافت أن السفير الفرنسي في بيروت استقبل في اليوم التالي ضيوفه وكأن شيئا لم يكن الوضع الأمني في لبنان يكاد يكون الأفضل في منطقة ملتهبة بحسب خبراء أمنيين فالانتصار الذي تحقق في الجرود قطع رأس الإرهاب وأفقده توازنه على كل المستويات الضربات الأمنية الاستباقية كان لها الأثر الفعال في تمتين الوضع الأمني فما إن أعلنت السفارات تحذيراتها حتى كشف الجيش اللبناني عن توقيف تسعة عشر شخصا على علاقة بتنظيم داعش يرأسهم المصري فادي أحمد المتواري داخل مخيم عين الحلوي توقفات ليست الأولى من نوعها فالأجهزة الأمنية اللبنانية خبرت عمل الخلايا الإرهابية وهذا ما يؤكده الشلل الذي أصاب تلك المجموعات خلال عملية الجرود الأولى التي حررت خلالها المقاومة جرود عرسال وعمليتي فجر الجرود وإن عدتم عدنا على جانبي الحدود اللبنانية السورية نجدد ترحيب ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور واسيم بزي الباحث السياسي وينضم إلينا عبر الهاتف سيد ألاعون وهو عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية في البرلمان اللبناني معنا عبر الهاتف من بيروت مرحبا بكم سيد ألاعون في أي إطار تأخذون مثل هكذا تهديدات أو تحذيرات من الوضع الأمني في لبنان خصوصا من سفارات لدول أجنبية ويفترض أنها تدعمت وتدعم لبنان هي هذا الجانب صحيح؟ طبعا هنا هي دول المفترض أن تكون صديقة وهي صديقة حتما إنما التحذيرات التي تجدت فعلا في هذه المحلة لأن الطريقة التي عملت فيها والتعميم الذي حصل هو مؤذي للبنان ويضع بغطات على لبنان ونحن بغنى عنه أي معلومات أمنية يتم تسليمها للأجهزة الأمنية اللبنانية هذا شيء جيد وهذا التنفيق موجود أصلا إنما المسارعة على إطلاق تحذيرات وتحذيرات تقيقة بالمواعيد وممكان هي عمليا أمور مثيئة لأنه عم تحاول تهز الاستقرار اللبناني عمليا اللي اليوم نحن عايشينه رغم كل المخاطر يليك موجودة اليوم مش بس في لبنان موجودة في كل العالم متحديدا دول يلي هي عم تلقى التحذيرات يوم كل العالم بهالمعركة للإرهاب معرضة لعمليات إرهابية فما بيشير بهذه الطريقة يعني ينبس الزعر داخل المجتمع اللبناني طيب سيد عاونو أنت تتحدث حتى ما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية ما له علاقة بأنه إذا كانت لديها كل هذه المعلومات وهذه الدقة لماذا لم تمنع عمليات تمت على أرضها وبالتالي نسأل هل تواصلتم مع سفارات هذه الدول يعني كان هناك استبيان لسبب طرح مثل هكذا تحذيرات بهذا الشكل ودون التواصل مع الدولة اللبنانية أريد أن أقول هلأ أوشي التحذيرات أرسلت إلى مواطنين من رعاية بلدانهم المشكلة أن الإعلام عمّم هذا الموضوع ما أدى إلى حالة الزعر اللي صارت إنما بالآخر يعني الموضوع يجب أن ننظر له أيضا ما فيك يعني إحنا مشلتنا أنه إن عمل الموضوع بهالشكل تم مبيلغة فيه لكن ما فينا نمنع دول أجنبية أن نتحذر رعاياها إنما الطريقة التي نعملت فيها والتي نعملت فيه بحاجة أيضا ليكون فيه مسؤولية كمان من قبل هالدول وتقدير لمدى ارتبالات هذا الشيء على الداخل اللبناني حتى لو هي حق أن نتحذر رعاياها لكن أصولا يفترض أن تنسك مع الدولة اللبنانية وأنتم فيه تنسيق أمني يعني إذن كان لديها معلومات على هذا المستوى تفضلتم أنه بالدقة التي طرحت فيها يعني تم تحديد أحد السفرات حددت المكان يعني كازينو لبنان بأنه ممكن يكون لماذا لم يتم حصل تنسيق أمني والأجنبية تبلغت المعلومات منها الأجنب الأمنية الأجنبية هذا حصل والتنسيق حاصل إنما كان يجب أن يبقى على هذا المستوى أو أن يكون هناك تحذير يعني بشكل عام وليس بشكل الأد دقيق ربما يعني أنا ما أستند إليه ما قالته وزارة الخارجية اللبنانية لأنه عربت عن استياءها وامتعادها بواصفته حملة تهبيط الحيطان على اللبنانيين وسمعنا كلام أيضا من الرئيس ميشيل عون وضعه في إطار الضغط على لبنان وحتى يعني إزاحة النظر عن الإنجازات هذا يعني يفرض السؤال أنه لماذا قد يتخذ هكذا منحا لأنه ليست المرة الأولى التي تصل مع علومات أمنية من قبل أجنبية وهي تعطل الأجهزة الأمنية اللبنانية وهذا ما حصل هذه المرة ولكن حصل بمرات أخرى ولم يحصل هذا التحذير هذا مما استدعى أن يحصل شكوك إذا كان هذا التعميم والمبالغة كان أصدا ذات مغزى سياسي أيضا وليس فقط بالبراءة التي يمكن أن نتحييلها لتولى عن ساع حاز لرعيها هذا جاء تعبير رئيس الجمهورية يعني تعتقدون ربما بأنه في توجه من هذه الدول بل فعل تزيح النظر عن هذه الإنجازات للجيش اللبناني لا نريد الاتهام ولا نريد إنما لا نلحق أيضا أن نلفت النظر وعلى كل حال سيحصل هذا الشيء مباشرة مع الممثلين تلك الدول يعني وحصل تواصل معهم ويجب أن نصل إلى مكان ما إلى أن لا تتكرر تلك الحادثة يعني بالشكل اللي تحترف فيه وكان لها مردود سلبي أكثر ما هو إيجابي وعصلا الأهم هو أن الناجزة الأمنية تتبلغ هذه المعلومات وتقوم بواجباتها وهذا ما حصل بما يخص هذه الحادثة بالذات لأن الناجزة الأمنية اللبنانية تصرفت وقامت بواجباتها صورة تسلب تلك المعلومات الأمنية وأنت مطمئنون للوضع الأمني في لبنان؟ مطمئنون إلى حد ما لنما اليوم في لندن ليتوا مطمئنين وفي بيريف ليتوا مطمئنين وفي نيويورك ليتوا مطمئنين كل العالم اليوم تحت خطر اليوم هذا العدو الإرهابي الجديد العالمي الذي يجند إرهابيين في كل أنحاء العالم وفي كل مجتمعات العالم ويستعملون كل الوسائد بما فيها دهس الناس يعني فاليوم كل العالم معرضة لبنان أعتقد أنه من البلدان يمكن اليوم فينا نقول بكل تواضع من أكثر البلدان يعني حاليا سيطرة على وضع الأمني. شكرا جزيلا لك سيد الألعان عوان عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية في البرنمان اللبناني. كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. سأسألك دكتور بازي أنت ما تقييمك لما جرى؟ مسألة ستراميا إلى وجهين الوجه الأول منذ زمن طويل في تنسيق أمني بين لبنان وهذه الدول وأجهزتها وفي الأمن الاستراتيجي بالجيش وبكل الأجهزة الأمنية معني بالتواصل مع الأجانب في هذا الإطار وتحققت إنجازات كبيرة على قاعدة هذا التعاون الوجه الآخر للمسألية أن هذا التثوير للوقائع بالشكل الذي جرى فيه أتى بعد حادثين دقيقين الحادث الأول هو الإنجاز الذي حقق الجيش والدولة والمقاومة في معركتي الجرود المسألة الثانية أن هذا الإنجاز كرس لبنان كدولة أخذت موقع متقدم في سرعة اجتثاث الإرهاب من أرضها وبالتالي أجد هذه المعلومات بالطريقة التي سربت بها لتقول أنه معركة الجرود لم تحقق ما هو مطلوب على صعيد أمن الداخل الذي يبقى مفتوح على المخاطر بمعزل عما روجه في سياق هذه المعركة الأمر الثاني أنه الدولة اللبنانية قبل معركة الجرود تعرضت لضغوط كبيرة كي لا تذهب إلى هذه المعركة إلا على القاعدة التي تريدها هذه الدول بالذات والتي حاولت رسم إحداثيات الذهاب إلى المعركة طبعا اللبنانيين جيش وشعب ومقاومة ذهبوا إلى المعركتين على قاعدة الحسابات اللبنانية وليس سماع صوت الأجنبي دكتور بزي أنت تريد أن تقول بأنه ظروف المعركة شكل المعركة العناصر التي شاركت في هذه المعركة لم تأتي كما أرادت العديد من الدول صح الأمر الثاني سترامي أنه نحن على أبواب مناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام المطلوب شعور بالأمان لدى هذا الجمهور العريض الذي يستعد لإحياء المناسبة هذا التهويل محاولة جديدة لوضع هذا الجمهور أمام تحدي الوفاء للفكرة أما المسألة الثالثة التي يجب ذكرها أنه نعم عم تكشف شبكات خطيرة وداعش يستعد الآن بعد هزيمته عسكريا لإعادة لبس لبوسه الأمني ومنذ شهر ونص الأتراك كشفوا شبكي في تركيا أفادت بالمعلومات عن وجود ما يسمى الخطة بالي داعش وأنه هناك الآلاف من الدواعش تلقوا أوابر من قياداتهم المركزية بالتحول إلى شبكات من عشرة إلى خمسة عشر شخص لكل شبكي أمير وهن بيتخذوا أراراتهم التنفيذية على قاعدة اللامركزية وبالتالي هذا شكل تمظهري ستعيشه دول مجاورة لسوريا والعراق قد يكون الأردن لبنان السعودية تركيا بعض هذه الدول التي ستتأثر بالمقاربة الجديدة خاصة أنه بصمة العين لأخذوها الأوروبيين والدول الغربي للإرهابيين ستجعل مسألة عودتهم إلى بلدين الأصلي مسألة قد يكون فيها صعوبة وهذا ما يجعلنا أمام نوع جديد من التحدي الأمني في المرحلة المقبلة وهذه نقطة سأتوسع بها تبقى معنا دكتور بازي خصوصاً لأنه أيضاً أجريت مقارنة أيضاً سيدة العنعون مع دول أوروبية منها من حذر أيضاً لبنان ربما من هجمات إرهابية إذن مشاهدين مقارنة لبنان مقارنة بلبنان يبدو الوضع الأمني في الغرب أشد خطورة فماذا ينتظر أوروبا من البوابة الليبية؟ من لبنان وسوريا والعراق يفر داعش تحت ضربات الجيش والمقاومة والبيئة الشعبية الحاضنة وبعد الفرار لا بد من ملجأ ها هي الصحف العالمية تضج بمصير داعش الفار Wall Street Journal تتحدث عن البوابة الليبية نحو أوروبا وأن التنظيم الإرهابية طلب من مسلحيه الانتقال من سوريا إلى ليبيا بسبب تضيغ العمليات العسكرية الخناقة عليه في مناطق سيطرته في العراق وسوريا وتنقل عن قيادي داعشي سابق قوله إن التنظيم يعتبر ليبيا مدخله الرئيسة إلى أوروبا وفي الإطار عينه يتم الحديث عن انتقال مسلحي داعش إلى ليبيا انطلاقاً من تركيا ومنها إلى السودان جواً ويكشف مسؤولون سودانيون عن أن الحكومة نشرت قواتها لمنع من يحاول من المسلحين التسلل إلى ليبيا عبر حدود السودان الغربية من دون شك داعش في ورطة هامش تحركه بات أصعب ومدخيله تتقلص مع تقلص المناطق التي يسيطر عليها صحيفة لوتان تنقل عن مصادر عسكرية أمريكية قولها إن التنظيم الإرهابية خسر تسعين في المئة من الأراضي التي احتلها في العراق وخمسة وثمانين في المئة في سوريا لا بد إذن من البحث عن أرض صديقة إذا جاز الوصف وعن موارد إضافية إنها ليبيا أرض ممزقة وأبار نفطية تنتظر من يبسط سيطرته عليها لكن سيرت ليبيا مسقط معمر القذافي ومعقل داعش الرئيس قبل خسرته إياه منذ عام هل تكون موصل العراق أو رقت سوريا؟ السؤال مشروع إذا ما استندنا إلى التقارير الدولية التي تتحدث عن البوابة الليبية التي أضحض الملجأ شبه الوحيد للدواعش لإقامة الخلافة البديلة المزعومة أوروبا قلقة من إعادة الانتشار الداعشي فرنسا ما زالت في حالة طوارئ مذو عامين وقد مددها إمانويل ماكرون حتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل متر الأنفاق في لندن ومحطة القطارات المركزية في بروكسل وغيرها جميعها تشهد على أن تحذير الرعاية يجب أن يكون في أوروبا فلماذا يحصلوا في لبنان؟ في خلاصة تقرير زميلة غراسيا بيطار أنتقل إليك دكتور بزي وأنت بتسمت خصوصا في الجزئية الأخيرة لما قالته زميلة غراسيا بيطار يعني العودة لن تكون عبر المطارات بطبيعة الحال يعني بصمة العيد رنبابا تفلح في المطارات أو في غيرها من المنافذ لكن بطبيعة الحال هل أوروبا أمام مواجهة التموضع الداعشي باتجاهها؟ أكيد في حالة رعب كبيري في شيء اسمه الإرهاب المعولم هذا جزء من الإرهاب الذي كان موجود على أراضينا لكن يتعلق تحديدا بما يسمى الدواعش الأجانب أو النصرى الأجانب لأننا نكون أسرى داعش وننسى الفصائل الأخرى وعلى رأس تنظيم القاعدة الأمر الثاني أنه في خبر من ثلاثة أيام عن تجمع مجموعة من عناصر داعش الأجانب التي كانوا بمنطقة الشرق السوري تسلون عبر طرقات معينة إلى إدلب وتعامل مع أتراك ينتظرون تهريب إلى تركيا للعودة إلى أوروبا أو إلى بلدانهم الأصلي وهذا بكمل المعنى الذي أراد التقرير أن يقوله هو مهني جدا الأمر الثالث ستراميا قائد الجيش إذا لاحظت مرتين صار متحدث عن ما يسمى بالنمور المنفردة وهذه النمور المنفردة هي جزء من منظومة الشبكات الجديدة اللي قلتلك عنها من 10 إلى 15 أما مسألة أوروبا والأمريكيين هم طبخوا السم على مدى السنوات الست الماضية لكن هني منذ حادثة شارل إبدو الشهيرة وما تراها مسرح باتاكلان وبروكسل ولندن وغيرها بدأوا بأكل هذا السم وبجرعات تصاعدي الآن لم تعد أوروبا تستطيع أن تتحمل مزيد من دفع الأثمان في سياق هذه المسيرة لذلك هم فعلا يعيشون حالة هلع وفي معلومة بتقول عن المخابرات الإنجليزية أن هناك على الساحة السورية العراقية أكثر من 30 ألف داعشي تبخروا عن شاشات الرادار والرقابة الغربية وما بيعرفوا بأي اتجاهات ذهبها غير المفهوم دكتور بازي أنه آلية التعاطي والتعامل يعني في الوقت التي تصدر البيانات التحذيرية للرعاية الأجانب في دولة مثل لبنان في حين أنه في قلب الدولة يعني كلهم مواطنين الدولة التعامل ليس بنفس الأسلوب للأسف هذا أول شي عدم احترام لسيادة الدولة اللبنانية تاني شي في أصول دبلوماسية مرعية الإجراء أي أمر يجب أن تكون وزارة الخارجية اللبنانية أولا هي المصفات لعبوره حتى باتجاه مواطني هذه الدول أصولا هذا طبعا عم نحكي بالأصول ثلاثة والأهم أنه بعض متشدقي السيادي والاستقلال من القوى السياسية اللبنانية ما بينتبهوا أنه هذه التحذيرات عم بتأثر على الاقتصاد عم بتأثر على السياحة علما أنه إذا كان حزب الله بخطاب معين عم بيجيب اسم دولة أجنبية عبر أحد قاطته أو سمحت السيد حسن نصر الله يقوله أنك أنت مسيت عصب مصالح لبنان مع الدول الأجنبية يعني ما تشير إليه دكتور بازي أيضا موضوع الانقسام السياسي قد يكون بوابة أو ثغرة أكيد مش عم نسمع ستراميا اعتراض من القوى الموجودة على الضف الأخرى في هذا الانقسام تتطرق إلى هذه القضية الجوهرية باللغة والوطنية المطلوبة أنا أريد أن أحيي فخامة الرئيس ميشيل عون لإنت أدمت بتقريركم شفافية مقاربته للأمر خاصة أنه وضعها في السياق السياسي الذي يجب أن تكون فيه كل شكر لك دكتور واسيم بزي البحث السياسي ضيفنا هنا في الاستيديو على كل ما قدمته على طول عمر هذه المسائية والتي انتهت مشاهدينا نذكركم بعناوينها الجيش السوري يعبر فرعا للفرات في دير الزور تمهيدا للعبور إلى الضفات الشرقية والأمريكيون يحذرون من صعوبة تفادي المواجهة حشود تركيا عند الحدود مع إدلب وسط معلومات عن تحضير لعملية ضد النصر فالتنجح أنقرة في اختبار الالتزام باتفاق أستنى لبنان في دائرة التصويب الغربي الدول الكبرى تحذر من عمليات إرهابية للضغط على بيروت وتتجاهل عودة الإرهابيين إلى أوروبا دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نيت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما المزيد من الأخبار مشاهدينا على رأس الساعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر